استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا بشأن الإجراءات الإعلامية المتخذة فيما يخص التمهيد الإعلامي لجهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية والإجراءات التي يتم اتخاذها في زيادة الزخم الإعلامي بالقضية ذاتها وفي هذا الإطار تم إطلاق الحملة الإعلامية الوطنية للتوعية بالتغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي محليا تحت شعار رجع الطبيعة لطبيعتها كما استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا أعدته رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مورسي بشأن حصاد أنشطة المجلس ومن خلال التقرير أوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة المجلس خلال العام المنقضي بلغ حوالي 11 مليون و700 ألف مستفيد